بعد خطاب بايدن الذي أعلن فيه عن خطة إسرائيلية إذن لوقف الحرب في غزة وإتمام صفقة التبادل للأسرة ومحتجزين ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالمقترح وأكدوا دعمهم الكاملة لكل جهود وقف إطلاق النار الفوري في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافي لسكان القطاع أما في إسرائيل فقد تباينت ردود الفعل حول خطاب بايدن ما بين مؤيد ومعارض ورغم أن المقترح إسرائيلي كما قال بايدن إلا أن مكتب نيتنياهو أكد أن الحرب لن تنتهي في غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها بما في ذلك القضاء على قدرات حماس العسكرية وأيضا سيطرتها على القطاع وتلك قدرات حكومية أيضا وجهتها أكدت أنها تنتظر أو الحركة حركة حماس أكدت أنها تنظر بإيجابية لهذه الخطة والطرح الأمريكي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي فهل يجد ما ورد في خطاب بايدن طريقة إلى التطبيق على أرض الواقع أم سيصطدم بإسراء نيتنياهو على استمرار الحرب بكل الوسائل السياسية الممكنة يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعيه لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وأعلن بايدن في سبيل ذلك عن خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل تشمل صفقات تبادل الأسرى ووقف القتل المقترح يتكون من ثلاث مراحل مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع يتم خلالها وقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق السكانية في غزة وأطلاق سراح محتجزين من النساء والأطفال وكبار السن ومئات من الأسرى الفلسطينيين عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في جميع مناطق غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إسرائيلياً تبينت ردود الأفعال بشأن خطاب بايدن فقد أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين تنياهو أن الحرب لن تنتهي في غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها بما فيها القضاء على قدرات حماس عسكرياً وحكومياً لكن مصدراً إسرائيلياً وصف في حديث للقناة الثانية عشرة خطاب بايدن بأنه ضعيف ويشكل انتصاراً لحركة حماس معتبراً أن الرئيس الأمريكي لا يفهم الوقع أما طرفه الصراع الآخر وهو حماس فأبدت إيجابية في التعامل مع خطاب بايدن وأكدت أنها مستعدة للتعامل مع أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتبادل الأسرى والرهائن ولضمان قبول حماس للعرض يقول موقع أكسيوس الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين من بينهم مدير الاستخبارات الأمريكية أجروا اتصالات بقطر لحض حماس على قبول مقترح واشنطن الموقع اعتبر أن خطاب بايدن استهدف زيادة الضغط على حماس لقبول المقترح ولم يترك مجالاً أمام إسرائيل للتسوية أو المرونة وسرعان ما قامت واشنطن بالتسويق لخطتها سياسياً عبر وزير خارجياتها أنتوني بلينكين الذي أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في الصعودية والأردن وتركيا إذا اعتبر أن المقترح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين دولياً رحب الاتحاد الأوروبي بالتحرك الأمريكي ووصفه بأنه يوفر فرصة حققية لوقف الحرب مزيد من المتابعة في هذا الموضوع معي من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد فارس ومعي من القدس الكاتب والبحث السياسي إلي نيسان ومعي من واشنطن أستاذ العلم السياسية في جامعته جورج واشنطن ريتشارد تستي أهلا بكم جميعاً أبدأ معك دكتور حامد بداية هناك نوع من الترحيب والاستقبال الدولي والعربي كذلك لخطاب بايدن والأفكار الأمريكية الأخيرة بنوع من الإيجابية والدعم لها لكن هل يمكن البناء عليها هل يمكن تنزيلها لأرض الواقع خاصة أن التجربة أثبتت لنا أنه ما بين الطرفين طرفين حماس وطرف نتنياهو وحكومته من اليمين مذن نوفمبر الورقة تلوى الورقة والمقترح تلوى المقترح لم يؤدي إلى شيء على أرض الواقع طرح بايدن الآن هل يمكن البناء عليه أهلاً بحضرتك أستاذ إيمان وأهلاً بديوف سكاي نوز وبالسادة مشاهدي وبالسادة مشاهدينكم طبعاً في البداية أرى أنه لابد أن يكون هناك أفعال أقوال هذه المبادرة هي لا تختلف أبداً عن أي من المبادرات السابقة ولكنها دائماً وأبداً ما تصطدم مع طموح وأطماع حكومة نتنياهو نتنياهو يريد أن يكسب كل شيء يريد أن يعيد احتلال قطاع غزة يريد السيطر على معبر رفح يريد السيطر على محور فلاديلفيا يريد إعادة المحتجزين يريد القضاء على حماس وفي النهاية هو لا يريد أن يقدم أي من التنازلات التي تفضي إلى وجود أرضية مشتركة بين الطرفين خاصة أن الإدارة الأمريكية كانت هناك تصريحات سابقة لها يعني استضمت وبشكل كبير مع رفض قاطع من قبل إسرائيل لتنفيذ المقترحات الأمريكية يعني الرئيس الأمريكي سابقاً يا أستاذ إيمان أكد أنه يوم الاثنين القادم وكان ذلك قبل خبيل شهر رمضان من أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار ولكن خرج بعد ذلك البيت الأبيض ورفض هذه التصريحات والمتحدث الرسمي قال بالحرف الواحد أنه ليس هناك وقف لإطلاق النار وبالتالي لابد أن يتحل كلا الأطراف سواء الأطراف الفاعلة في المشهد أو حماس أو إسرائيل بالإرادة السياسية اللازمة لوقف لإطلاق النار وهو ما سيفضي قولاً واحداً إلى تهديئة وترطيب الأجواء ولكن التحرك بمثل هكذا في ظل أن حكومة نيتنياهو بتصطدم الآن بضغوط كبيرة جداً سواء على المستوى الداخلي من خلال المحتجزين وأهليهم أو حتى على المستوى الدولي والتحرقات الأوروبية واعتراف الكثير من الدول وهذا مسل ضغطاً كبيراً على إدارة بايدن التي اتجهت إلى نفس الاتجاه وأصبحت الآن تتحرق في فلك الرؤى الأوروبية الواضحة من ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار كل هذه المعطيات تجعل أنه على إدارة بايدن أن تتحلى بالإرادة السياسية اللازمة وأن تمارس ضغوط فعلية على إسرائيل لكي توقف هذه الحرب عن الضغوط الأمريكية وما هو متوقع لتنزيل هذه المقترحات سأتناولها مع ضيفي من واشنطور لكن قبل ذلك أتوقف معك أستاذ إلي حقيقة عندما يتحدث بايدن في إشارة أن المقترح إسرائيلي وبعد ذلك يناشد الإسرائيليين بالموافقة على المقترح هناك نوع من اللبس في هذا الموضوع وأيضا تعقيم نتانياهو الذي اليوم يعني الذي لم يشير مباشرة أو يعقب مباشرة على بايدن أو حتى يذكر اسمه لكن عقب على أساس أنه لا اتفاق لا وقف لإطلاق النار دون تدمير قدرات حماس ما معنى كل هذا؟ وهل إسرائيل ونتانياهو وحكومته جادون في أي صفقة أو أي تهديئة؟ أولا سمعت أرد على ما قاله الضيف الكريم من مصر إسرائيل لا تريد احتلال غزة بهدف فقط احتلال قطعي غزة الاحتلال غزة بدأ بعد 7 أكتوبر وإسرائيل لا تريد أن تبقى في قطعي غزة ولا تقيم حكم عسكري في قطعي غزة بل القضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس وأنا أتطرق لهذه النقطة الآن لماذا إسرائيل دخلت رغم المعارضة المصرية إلى رفح وإلى محور فيلدالفي حتى الآن الكل يعلم أن هناك إسرائيل كشفت أو عترت على عشرين نفقا الذي كان ربط بين سحر السيناء وبين رفح وهذا كان شريان الحياة لحركة حماس لتعريب الأسلحات أستاذ إلي فقط يعني عقد في هذه المسألة لكن ليس هذا موضوع مليم يعني هناك موضوع آخر واجتماع ثلاثة غدا أمريكي ما ترددش أكاذيب موجودة اليوم نفانياه وموقفه وتعقيمه أين يضع مباناك من مصر نعم طيب أنا كذاب رد على سؤال أستاذ إيمانو ما ترددش أكاذيب طيب الآن هناك رد على أستاذ إيمانو ما ترددش أكاذيب أنا لا أناقش معك أنا أراك أنا أناقش مع اسمع سيدي أنا لم أتدخل في كلامك أرجوك أن لا تدخل في كلامي خلينا في الموضوع طيب كل مؤدد موضوع موضوعنا اليوم مع كل الاحترام إلى أنا قلت كأن ضايب كريم الآن هناك 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 تحديات التي وضعها السيد بايدن أمام إسرائيل التحديات كلها موجهة إلى إسرائيل ولم نرى أي تحديات التي وجهت إلى حركة حماس بمعنى أن على إسرائيل وقف وقف إطلاق النار على إسرائيل الانسحاب من قطع غزة وما هي التحديات أمام حركة حماس شيء فقط الإفراج عن المخطفين بينهم الأطفال الأطفال والنساء والمسنين والمرضى الآن صحيح أن أنا قلت أن هناك تحديات ولكن التحدي الكبير والخلاف في وجهات النظر بين بايدن وبين نتانياهو هي عندما بايدن لم يقول أنه ربما الحكم أو حماس تواصل حكمها في قطع غزة نتانياهو يقول أن لا يمكن أن حركة حماس تواصل تكون على سدة الحكم في قطع غزة وتشكل تهديدا جديدا كما حدث في السابع من الأكتوبر طيب طيب هذه مفهومة هذه مفهومة نتانياهو موافق نتانياهو عندما يقول ويؤكد هذا نتانياهو اليوم في ضوء ما تحدث عنه بايدن من تفاصيل ومقترحات يقال أنها إسرائيلية مفصلة تصل إلى أربعة ربما صفحات ألا ينصف هذا كل المبدأ من أساسه لا بالعكس أنا أقول لك هناك ممكن أقول أصف نتانياهو هناك موقفين لنتانياهو الموقف الأول صحيح أنه في مجلس الحربي كان هناك معظم معظم مطلق لأعضاء المجلس الذين وافقوا على الترح التي طرحته إسرائيل إلى الولايات المتحدة أو القطر أو مصر ونتانياهو كان بمفرده ولكن بسبب الضغوط التي مرست على نتانياهو في نهاية الأمر وافق مع أعضاء الكابينيت ونرى أن فعلا نتانياهو أرشل بهذا الترح إلى الولايات المتحدة وإلى مصر وإلى قطر صحيح أن هناك في الحكومة عنصران العنصر أول هو بنكفير والعنصر الثاني هو سموتريج لذين يعاردان هذا الموضوع بمعنى أنه ما هي الخيارات نسأل ما هي الخيارات أمام بنكفير وسموتريج ربما يعاردان هذا الموقف أو هذا الترح الأمريكي أو الإسرائيلي ولكن الخيار هو إشقاط الحكومة إشقاط الحكومة أنا أقول لك بصراحة في الماضي عندما كان رئيس الوزراء يضحك شمير في سدة الحكم من أسقط الحكومة واردت تساحية النقبي الذي هو رئيس مجلس القوم في إسرائيل هي أسقطت الحكومة ثم اعتلى سدة الحكم رابين ورأينا اتفاق أسلو الآن إذا بنكفير وسموتريج يريدان إسقاط هذه الحكومة مع كل الاحترام لهما حكومة من هذا القبيل لن تشكل مشتقبلا ومن يشكل الحكومة ممتاز لكن هل يدرك نتارياه ليس اليمين اليمين ولذلك وردالك الخيارات خاصة أن الإعلام الأمريكي يقول في تصور أن بايدن يريد أن يضغط على حماس من خلال طرحه بالأمس لكن ما تبعنا من المواقف لنتنياهو اليوم الذي يشترط أنه لا وقف لإطلاق النار قبل استفاء الأهداف ومن أساسها وأولوياتها هي وقف وتدمير حماس ماذا بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم به في هذه المرحلة ما الذي سيلي كلمة بايدن أعتقد أن ما تم إصداره في واشنطن بوست والجرائد الأخرى طبعا هذا مقترح أمريكي حقيقة وأيضا مكون من مراحل ثلاثة وأيضا هناك شهر ونصف من وقف لإطلاق النار وأيضا إعادة رهائن مثل الضعاف النساء والأطفال والشيوخ وتراجع أيضا وإنسحاب الإسرائيليين من المناطق المأهولة وأولوج على الأقل سلتمائة شاحنة يوميا والمليئة بالمواد الغذائية والطبية الفكرة هي أنه إذا كان هناك اتفاق في المرحلة الأولى والثانية والثالثة من هذا المقترح لوقف إطلاق النار في وقت تنفيذ وقف إطلاق النار سيكون هناك مناقشات وسيكون هناك مشكلات تتعلق بفي المفاوضات والتي ينبغي وأن يتم الانتقال إلى مراحل الثانية والثالثة هذا حسب إدارة بايدن وكما تم إزاره من قبل إدارة بايدن وأيضا فيما يتعلق بهذا الوقت سيكون هناك وقت الإسرائيليين للاستمرار في عملياتهم ضد حماس من الأمور التي قام بها نتالياه وذلك للتجنب أن يكون هناك رفض تام لإدارة بايدن فيما تعلق برفح واستخدام الأسلحة في رفح وتقليل عدد الدربات والقطاليات المشاركة للتقدم ببطء وذلك في رفح وبقولنا ذلك نتانياه أيضا تحت ضغط كبير في إسرائيل وقال زميلي أن سموتشاك وبين فير في اليمين المتطرف ولكن هناك بني جانس والذي يهدد بترك الحكومة إن لم يكن هناك خطط موضوعة وذلك اليوم التالي ويهدد بترك الحكومة هذا الأسبوع إن لم يكن هناك تقدم فيما تعلق بهذا الأمر إذن أعتقد أن نتانياه تحت الضغط من كل من الوسط ومن اليمين المتطرف ولكن أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بأهمية العمل بشكل يسير مع القانون الدولي والولايات المتحدة فيما تعلق بالتزويد بالسلاح فإن نتانياه ربما سيوافق على هذا الأمر ربما على بعض الأمور الواردة في هذه الخطة وهذا يعكس الخطة السابقة وأعتقد أن نتانياه قد أوضح بشكل كبير وأعتقد الأمريكيين يتفقون على هذا الأمر أن أيضا حماس والسلطة الفلسطينية سيسيطرون على غزة بعد تنفيذ المرحلة الثالثة والتي تتحدث عن دعم إعادة الإعمار في غزة من ثلاث إلى خمس سنوات وأيضا من سيقوم بحكم غزة هذا سؤال الإسرائيليين محمود عباس وحماس إذا كانوا سيكونون من أي جزء في الهيكل الذي سيحكم غزة إذا كان هناك موافقة مبدئية على وقف إطلاق النار أعتقد أن الأمل هو أن الإسرائيليين سيكون لهم الوقت المناسب ليتمكنوا من الانسحاب أو الانتقال إلى ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالشرعية بالدفاع عن النفس وأن يكون هناك استهداف بطرق تقلل الإصابة بين المدنيين للتعامل مع المقاتلين المتبقين للمقاتلين من حماس في منطقة رفح ممتاز نقاط مهمة أثرتها أريد أن أحيلها لدكتور حامد فيما يتعلق هذه المناورة بالنسبة لنيتنياهو قليل لكن ماذا بالنسبة لحماس خاصة إذا ما أشارنا أن هي قالت أن تتعامل بإيجابية لهذا المقترح لكن حسب أكسيوس وفق مسؤولين أمريكيين فإن ما تقوله حماس في العلن ليس هو ما تقوله في الخفاء خلال المفاوضات هذه نقطة وهذه جزئية جزئية أخرى أشار إليها سيد ريتشارد وهي مسألة حتى إذا ما وصلنا للمرحلة الثالثة لتتمثل بإعادة إعمار غزة لا يجيب على مسار وأفق الدولة الفلسطينية والحكم على صعيد قطاع غزة جزئية الرئيسية يا أستاذ أيمن حضرتك تحدثت فيهم الجزئية الأخيرة وهي الخاصة في اليوم التالي للحرب ومن سيتحكم في مصير قطاع غزة في ظن وتقديري أنها هي العقبة الأكبر التي يضعها نتنياهو بشكل واضح لكي لا تنتهي هذه الحرب يعني في ظن وتقديري أن إسرائيل الآن أمام فرصة ذهبية يعني واضحة وهي أنها إذا أقامت دولة فلسطينية وأصبح هناك حكم واضح وحاكم له غزة والقدس والدفع الغربية وتم التمهيد لكيفية الاعتراب بدولة فلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين هذا سيعطي فرصة ذهبية للتطبيع مع كل الدول العربية وأرى أن هناك يعني تحرقات كبيرة جدا من الدول العربية في الفترة السابقة لكي يتم تنفيذ مبدأ حل الدولتين والسعي وبكل قوة إلى إيجاد أرضية مشترقة تفضي إلى هدنة شاملة ولكن البحث فيه كيفية اليوم التالي الحرب والتدخلات المكحفة من قبل إسرائيل في هذه الجزئية هذا قولا واحدا هو من أهم الأسباب التي ومن أهم العرقيل التي يضعها نتنياهو لكي لا يخرج من قطاع غزة هو يريد البقاء ولكنه يتحجج بهذه الحجة يريد تقسيم قطاع غزة يريد إقامة منطقة عازلة يريد أن يسيطر على شمال قطاع غزة يريد أن يحول قطاع غزة بالكامل كما يفعل فيه الضفة الغربية بمعنى أنه يكون لديه السهولة للدخول والخروج إلى داخل قطاع غزة دون أن يكون هناك أي عوائق كما يحدث فيه الضفة الغربية كل هذه المقاومات أما فيما يخص حماس يعني في ظني وتقديري أن حماس لديها استراتيجية واضحة في أن تحقق أيضا كل أهدافها من الحرب حماس تريد أن يتم وقف الحرب مرة وحدة الحرب مرة وحدة ولكن علينا أولا أن يكون هناك هدنة إنسانية ثم بعد ذلك وقف شامل لإطلاق النار ولكن البحث فيه كيفية وقف مرة وحدة لإطلاق النار في قطاع غزة هذا لن يحدث وأيضا حماس مستفيدة من استمرار هذه الحرب لأنها تضعي في الجانب الإسرائيلي بشكل كبير كما شاهدنا كلما امتدت الحرب بداخل قطاع غزة كلما دخلت إسرائيل في عزلة وأصبحت دولة منبوزة ونجحت حماس في تحقيق مكاسب سياسية على حساب إسرائيل وهذا ما قاله بالحرف الواحد لويد أستن وزير الدفاع الذي قال بالحرف الواحد أن له من الممكن أن تكسب إسرائيل هذه الحرب عسكريا ولكنها ستخسر هذه الحرب استراتيجيا وما يحدث الآن من حجم ارتفاع معدلات الإيمان بالقضية الفلسطينية من ارتفاع عدد الدول التي تؤمن بالاعتراب بالدولة الفلسطينية كلها من النقاط التي اكتسبتها القضية الفلسطينية وليس حماس ولكن في نفس الوقت هذا يعطي دافع وروح معنوية لحماس للاستمرار في نهجها بهذا الشكل الذي لا يفضي بأي حال من الأحوال إلا لنوع من الصراعات الممتدة في المنطقة والتسعة رقعة الصراع الوقت ليس في الصالح إسرائيل أستاذ إلي والنقاط السياسية التي تسجلها حماس تزيد من خسائر إسرائيل برأيك أم أن هذا الطرح ربما لأنه حتى التعقبات من اليمين المتطرف لبايدن ومقترحات الأمريكية على أسس أنها إقرار بخسارة إسرائيل وانتصار حماس وأنها لا تعترف ربما بالمعطية على الواقع وفق هؤلاء دائما هل قدمت إسرائيل التنازل وراء التنازل وراء التنازل حتى ما بعد توظيف ورقة رفح نحو سمعنا أن تقولين أن إسرائيل خسرت في هذا الحرب لماذا حركة حماس تطالب وقف إطلاق النار وإنسحاب القوات الإسرائية من قطاع غزة لأن حركة حماس بعد أن دخلت إسرائيل إلى محور فيلدلف ومنطقة ومدينة رفح والعطور على العديد من الأنفاق والدخير والأسلحة طبعا حركة حماس تريد وقف إطلاق النار إسرائيل لا تريد في هذا الأوان وقف إطلاق النار صحيح أن هناك ضغوط من قبل العائلات من قبل أولايات المتحدة العائلات نراها عائلات طبعا مغتوفين نرى يوميا مظاهرات ساخبة وعارمة في كفة المدن في إسرائيل لأن من الطبيعي أن إسرائيل تريد الحياة وليس الموت كما يريد على سبيل المثال يحيى سنوار وحركة حماس لكننا نتحدث أيضا عن مسألة عزلة عزلة إسرائيل الدولية الولايات المتحدة لحظة عزلة مع كل الاحترام أنا أتحدث إلى هذه النقطة الولايات المتحدة صحيح تريد أن هناك يكون وقف إطلاق النار لأن قبل الانتخابات في الولايات المتحدة يريد الرئيس الأمريكي مع كل الاحترام الحصول على العديد من الإنجازات ومن هذه الإنجازات هو طبعا وقف إطلاق النار وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين السعودية وهذا الأمر يعتبر من أهم الأهداف التي نصبها نصب عيونه الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات سألتني عن قضية المظاهرات أو قضية قضايا أخرى طبعا إسرائيل تريد أن يكون يصل إلى نهاية هذا الأمر بشرط واحد أن حركة حماس لا تشكل كما قال رئيس الوزراء تهديدا على إسرائيل مستقبلا ولن يكون لها القوة كما كان في 7 من أكتوبر صحيح أن حسب الورقة المطروحة أكمل الجملة تصل إلى إعادة الإعمار لك التي تجيب على مسألة استحقاقات الحكم لاحقا بعيدا عن الشعارات التي يقولها نتنياهو وغيره هل يفضل نتنياهو بما هو نتنياهو حماس في غزة مستقبلا على السلطة أو على مسار للدولة الفلسطينية أنا أقول لك بصراحة قبل 7 من أكتوبر هذا كان الهدف لنتنياهو أن يقوم بفصل بين حركة حماس وبين السلطة الفلسطينية لأنه لا يكون أي ربط بين التنين ورأينا أن كل المحادثات التي أجريت في تركيا وفي قطر وفي مصر بين حركة حماس وبين السلطة الفلسطينية هذه المحادثات فشلت ولم تتكلف بالنجاح ليس بسبب نتنياهو بإنما بسبب العقيدة التي تختلف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس الآن نتنياهو في صدد للقضاء على حركة حماس كليا بعد ما قامت به صحيح نتنياهو رصد الملايين لحركة حماس وهذا أمر بشكل نقطة لتعقيب سريعا ربما على الأفكار لكنا نتناولها فيما يتعلق باستحقاقات اليوم التالي والفرص أمام ربما الطرح هذه المرة أعتقد أن نتنياهو تحت ضغط كبير من عائلات رهائن أيضا بايدن تحت ضغط كبير وذلك بسبب عام الانتخابات وأعتقد أن هناك فرص متاحة أمام نتنياهو إذا كان يمكنه الوصول إلى اتفاق مع حماس أو السلطة الفلسطينية وألا يكون هناك سلطة على الهيكل لحكم غزة يمكنه أن يطالب بالنصر في هذا الأمر فيما يتعلق بالنصر إذا كانت المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمفاوضات لأن إلا يكون هناك حكومة من السلطة الفلسطينية أو حماس وذلك بالدعم الدول العربية القوية في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية وقتر نعم ومصر والأردن هذا يمكن أن يفضي إلى فوز بالنسبة له إذن أعتقد على الأرجح على اعتبار الضغط الذي تعرض له فمن المراجح أن سوف يعتبر أنه سيكون مجرم حرب من قبل محكمة واضح للأسف شكرا جزيلا لك للأسف تهى وقتي وقبل قليل يعني مسؤول أمريكي وشير بيت الأبيض يصيب بخيبة أمل من رد الفعل الأولي لغانتز بعد تلقي التحديث فضلا عن عدم نشره أي إشارة علنية للخطاب خطاب بايدن شكرا جزيلا لكم إذن جميعا ضيفي من واشنطن ريتشارد شاسدي ضيفي من القدس إلي نيسان وضيفي أيضا من القاهرة دكتور حامد فارس